ينترأ سيد رئيس الحكومة لجنة القيادة بمجال الرمج المتعلق ب2027 متعلق بالماء الساحل الشرب والسقي هذا البرنامج الذي أعطى انطلاقته جهة المالك جهة محمد السادس أيده الله وكانت فرصة أولاً لتذكير بما جاء بالخطاب لملاكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان من طرف سيد رئيس الحكومة ووضع البرنامج في إطار هذه التوصيات والتوجيات المالكية السامية من خلال العمل على أولاً التقوية وتريه وتيرة إنجاز البرنامج خصوصاً فيما يتعلق بسدود وكذلك إضافة السدود التلية والسدود كذلك الوسطى نقطة ثانية وهو العمل كذلك على الربط ما بين الأحوال المائية من أجل ضمان الماء الساحل الشرب والسقي بالنسبة للمناطق المتضررة في هذا الإطار واستعمال الإمكانيات المائية التي تذهب إلى البحر لمعالجات هذه الإشكالية ووقع انطلاقها في هذا الإطار بالنسبة لسد السبو إلى سد الحوض من أبير قراق بالنسبة للمناطق المحمد بن عبد الله الشطر الأول هناك كذلك ما هو مرتبط بتحليات المياه ووقع توسع البرنامج في تحليات المياه طبقاً للتوجيات الملاكية وكذلك العمل على معالجات المياه العادمة زيادة على ما هو مرتبط بالحفاظ عن الفرشة المائية والاقتصاد في الماء اليوم يمكننا القول بأن البرنامج اليوم فهو كانت فرصة لتقويته بحكم أن الحجم الإمكانيات المالية التي سيتم تعبئاتها ستصل إلى 150 مليار درام مقابل 115 مليار درام التي كانت مبرمجة من أجل أولاً التفاعل مع المستعجلات والإشكالية المطروحة اليوم ثانياً من أجل التوصل إلى برامج مهيكلة التي من شأنها أن تواجه ندرة المياه التي تعاني منها بلادنا شكراً قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا وفلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية